اشتركوا في القناة الصور اختارت وكالة رويترز صورة مدان التحرير كوحدة من أهم وأجمل الصور خلال العشر سنين اللي فاتوا جمال الصورة وأهميتها مش بس جاي من حرفية المصور اللي قدر يعبر بصورة عن ألف كلمة ممكن تتقال في صورة يناير لكن كمان لأنها كانت بتعبر عن حلم واحد من أجمل أحلام الشعب المصري في تاريخه الحديث حلم اتولد من قلب مدان التحرير وفضل يكبر قدام عيون المصريين على مدى 18 يوم متواصلة عاشوا فيها أجمل لحظات عمرهم شافوا قوتهم لما بيتحدوا وشافوا عزمتهم لما بيتجمعوا وإزاي قدامها بتنهار أي محاولة لإخضاعهم وزي ما عشنا الحلم وهو بيتشكل عشنا الحلم وهو بيتبدد شفنا طيور الظلام وهي بتتسحب في الظلمة علشان تجهده وتنقض عليه بالتآمر والخداع شفنا لصوص القوت وهما بيفرقوا ما بين الشعب وحلمه شفنا إرادتنا وهي بتتسرق قدام عينينا وتنداس تحت البيادة وبعد ما شفنا الفنجاري وهو بيد التحية لأرواح شهداء يناير شفنا السيسي وهو بيد الأوامر لأتل معتصم ربعة لكن كل اللي شفنا دا كوم واللي هنشوفه دلوقتي كوم باني ما عندكم شحي هي الناس بطلت تحلم ولا إيه الناس بطلت تحلم هي بتعضو بياد في الوقت اللي معدى الانتحار وصل فيه في مصر لمستويات غير مسبوقة وبقى أكتر من ربع الشعب عنده اكتئاب وبيعاني من اضطرابات نفسية وأي واحد بيفكر يقول رأيه يا محبوس يا من في برى البلد في الوقت اللي تحولت فيه البلد لزنزانة كل اللي فيها عاوزين يهجروا ويسيبوها خرج الزعيم المشير يسأل ويتعجب هي الناس بطلت تحلم ولا إيه وقبل حتى بنفكر في السؤال أو حتى نسأل نفسنا في براءة قال له صحيح هو احنا ليه بطلنا نحلم إذا بن ريس عبد الفتاح قبح الله وجهه يقطع علينا حبل أفكارنا ويقرر يطلعنا ويطلعنا على واحد من أحلامه اللي كانت بتروده أيام ما كان لسه صغير فوه ده واللي أنا بتحرك فيه ده ده حلم أنا حلمته من سنين طويلة فاتت العشويات اللي أنتوا بنحلها دي حلم أنا حلمته أنا صغير من 30-40 سنة قلت ليه يمكن أن يبقى فيه ناس تبقى مرميها في الشوارع كم تبردوا أنت بقى علينا طبعاً إحنا بنحلم يا عبد الفتاح يا سيسي أنك تغور في 60 دهية تاخدك النهاردة قبل بكرة ده الحلم اللي هي نفسها تقوله لك والأنا بقوله لك لكن من بين كل الكلام عن الأحلام والأوهام قال السيسي كلمة في حق المصريين ودي بقى لازم نسمعها لأن اللي قالوا المرة دي بجد صحيح 100% وأنا من مكاني هذا بدعوا المئة مليون مصري أنهم يسمعوا الكلمة دي ويحطوها حلقة فوداً عايزة تغير الناس قعدة تتفرج وتبص وهي سكتة محدش بيغير المنكر ويرفضه الكلام مش مكتزق من سياقه ولا مقتطع بشكل متعمد السيسي فعلاً قال كده فعلاً لام على المصريين أنهم ما بيتحركوش عشان يقوموا بلدهم ويغيروا المنكر عشان كده إحنا بنضم صوتنا لصوته وبنقوله أن أول منكر محتاجين نغيره هو سيادتك أنت وكل أفراد العصابة اللي بتحكموا إياك وده باختصار لأن سيادتك أسوأ حاجة ببساطة حصلت في تاريخ مصر من أيام الفرعنة لحد النهاردة فأسمجوا منك لم ترقتوا عيني وأحقروا منك لم تلد النساء والحلم اللي أنت طيارته من عينينا ما ماتش زي ما أنت فاكر ولا المصريين بطلوا يحلموا المصريين بيحلموا بيحلموا باليوم اللي هيعلقوك فيه أنت وعصبتك على أعواد المشانق بيحلموا باليوم اللي يستردوا فيه وطنهم اللي نهبتوا وبيعتوا لللي يسوى واللي ما يسواش بيحلموا بيناير تاني من جديد يرجع أمجادنا ويجمع قلوبنا تاني على مصر بلدنا اللي بتجري في عرقنا إحنا لسه بنحلم وقريب قوي بعون الله هنحقق الحلم